موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجدد بكم الترحاب أحباء الصغار لنواصل سلسلة دروسنا عبر عملية التعليم عن بعد المكون الاستماع والتحدث والوضعية التواصلية موضوع الحكاية التي تعرفنا عليها في الحصة الأولى خروف العيد وعنوان الوضعية أيضا التي سبق عن تعرفنا عليها أصف شعورا إذن حصة الحكاية حصة الثانية والحصة الثالثة والرابعة بالنسبة للوضعية التواصلية الأهداف التي نسعى لتحقيقها في الحكاية إن شاء الله التسميع واستخراج عناصر الحكاية بالنسبة لأهداف الوضعية التواصلية استعمال الفعل الكلامي أصف وتوظيفه في وضعيات تواصلية إذن لنستمع للحكاية أعزاء الصغار نستمعوا جيدا خروف العيد عنوان الحكاية خروف العيد اقترب عيد الأطحى فذهب حم إلى السوق ليشتري خروفا طاف السوق فاختار خروفا واشتراه عاد حم إلى منزله فرحا تقبلته أسرته فرحا دخل حم إلى البيت ونسي الباب مفتوحا بقي أبناؤه يلعبون مع الخروف فمثلوا البائع واللس عندما كانوا يجرون وراء اللس هرب الخروف طاف بين المنازل ودخل منزلا قريبا في هذا المنزل تعيش أرملة مع أطفالها فرح الأطفال بالخروف وساحوا وهم يقفزون خروف العيد هذا خروفنا قالت الأم هذا خروفنا من جاء به من جاء به خرج حم مسرعا ليبحث عن الخروف في طريقه سمع كلام الأم وتغاء الخروف ترق الباب فهمت الأم أنه صاحب الخروف فقالت هيا يا أبنائي ساعدوا حم على إخراج الخروف سمت الأطفال وأحس حم بحزنهم تأثر لهذا المشهد فقال هذا خروفكم إنه هدية مني في الأسبوع الموالي عاد حم إلى السوق عند باب السوق صادف وصول شاحنة محملة بالأكباش اختار واحدا وسأل البائع كم ثمن هذا الخروف رد البائع مبتسم أنت رجل طيب خذه مجانا وقف حم متعجبا وضم البائع يمزح تابع البائع كلامه أنا لا أمزح هذه وصية أبي في كل سوق نهد خروفا لأول زبون فهذا خروفك وبدون مقابل عاد حم إلى منزله فرحا تقبلته أسرته فرحة تعجب الجميع للصدف العجيبة كيف أهد خروفا وحصل على خروف هدية فقالت ابنة علي قال الرسول عليه الصلاة والسلام حم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بعدما استمعتم أحباء الصغار للحكاية مجددا الآن سنستخرج أهم عناصر الحكاية وكما تعرفون عناصر هي الشخصيات الأماكن الزمان وأيضا الأحداث إذن الشخصيات المتضمنة في حكاية خروف العيد عندنا حم الأطفال البائع الأرملة وأطفالها إذن هنا أربع شخصيات بينها كما قلت حم الأطفال البائع الأرملة وأطفالها بالنسبة للأماكن المتواجدة في الحكاية عندنا السوق الذي يتم فيه بيع الخرفان والخروف وأيضا عندنا البيت والمنازل بالنسبة للزمان عيد الأضحى الأسبوع الموالي أما الأحداث فهي كثيرة وعديدة إذن سنبدأ بالحدث الأول اقتراب عيد الأضحى ودهاب حم إلى السوق طاف حم السوق واشترى الخروف عودت حم فرحا إلى المنزل رفقة الخروف نسيان حم الباب مفتوحا وله أبنائه باللعب مما جعل الخروف يهرب ويطوف بين المنازل خروج حم للبحث عن الخروف وفي طريقه سمع صوت ثغائر عند أرملة فقيرة وأبنائها الصغار سأثر حم عند إخراجه للخروف بحزن الأطفال وصمت أمهم فأهداهم إياه هدية عودت حم إلى السوق لاقتناء خروف جديد إلا أنه تفاجأ بعرض البائه عليه الخروف هدية إذن هذه هي كل الأحداث المتضمنة في حكاية خروف العيد لن نكون هنا أحباء الصغار أنهينا الحصة الثانية من حكاية خروف العيد نحاول مراجعة هذه العناصر جيدا بالنسبة لحصة الوضعية التواصلية التي سنتعرف عليها اليوم عندنا أستعمل وأتواصل إذن لديكم في إثنان أستعمل وأتواصل سورتان إذن سنكتشف معا هذه الصور ونعبر عن الشعور ونصف الشعور الموجود فيهما إذن الصورة الأولى تعبر عن شعور الطفل بالفرح إذن في ندركم وملاحدتكم للصورة ما سبب فرحته بينما في الصورة الثانية تعبر عن شعور الطفلة بالحزن فما هو سبب حزنها انطلاقا من ملاحدتكم للصورة إذن هذه هي الصورتان التي أتحدث عنهما إذن الصورة الأولى مكتوب أمامها الفرح والصورة الثانية مكتوب أمامها الحزن إذن كما قلت في ندركم لماذا في الصورة الأولى الولد فرحان ولماذا في الصورة الثانية البنت حزينة إذن هنا المطلوب منكم وصف شعور كل واحد منهم بتعبيري عن سبب ذلك